دكتور أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا كلنا بنشعر بإحساس جميل جداً جداً في وجودنا في هذا المكان مكان قديم وعريق وله إضافة كميلة جداً جداً في مجال الثقافة المصرية وأعتقد من زمان المصرح القوم المصري هو مصرح كل المصريين هو صوت مصر الفني الذي يسهم في إطراء الحركة الثقافية المصرية وطموحنا أن كل مصر تشرفنا في المصرح القوم المصري وتتفاعل مع عروض المصرح القوم المصري إن شاء الله حديك درست إعلام في البداية أنا درست إعلام وخريج إعلام القاهرة قسم الإزاع والتلفزيون دفعة 86 عملت بتلفزيون المصري وعملت بحية الاستعلامات وفي هذه الأثناء توجهت للدراسة في المعهد العليف من المصرح حياة عشان أنمي موهبتي لحد ما قربت من التخرج من المعهد كانت الصورة بدأت تتضح بالنسبة لي فقدمت استقالتي من التلفزيون وركزت في المعهد ثم تطرقت بعد ذلك يعني تعينتي كمعيد ومن معيد خدت دبلوم دراسة عليا في الإخراج ثم ماجستير في الإخراج وسفرت بعثة لإيطاليا لمدة خمس سنين حصلت فيها على الدكتوراه في توظيف التكنولوجيا الرقمية في المصرح والتلفزيون والسينما ثم عدت مرة أخرى إلى مصر سنة 2005 ممتازك وأنت يعني تجلس على مقعد سبق وجلس عليه كبار الفنانين في مصر صحيح كيف تشعر يا حي أنا دائماً بقول إن المصرح القومي بالذات تقاليده وكل الجدران بتاعته نفسها تتكلم عن نفسها تاريخ الكبير ما كنا وهنا طالب في الجامعة كنت باجي بتابع عروض المصرح القومي المصري وكنا بنشوف الأعمال العظيمة لأساتذتنا الكبار فكنت مجرد دخول من البيب بيصبني حالة من النشوة أو الإنبهار حيث إن أنا برتعش كده فما بالك إن أنا وصلت إن أنا قاعد على كرسي كان بيقعد عليه خليل بي مطران أو أستاذنا جورج أبياد أو دكاترا العظام أحمد عبد الحليم ودكتورة هودا وصفي يعني أسات ذاتي كلهم قاعدوا في هذا المكان ده بيشعرني بالمسؤولية وبقدر ما بيشعرني بالفخر أنا سعيد جداً لحصل ده لكن المسؤولية كبيرة جداً